موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وفيه نستعين بداية نرحب الحضور الكرام ونتمنى لهم قضاء وقت مفيد ان شاء الله عبر هذه المحاضرة البسيطة عن كليد عمان البحرية الدولية وبرامجها وفي الحقيقة لا يسعنا إلا أن نشكر شركة انفينيتي على هذه المبادرة الطيبة والقيمة في إقامة هذا المعرض ويتاحة الفرصة لنا ولأبنان الطلبة خرجي دبلوم التعليم العام للتعرف على البرامج الأكاديمية المختلفة المتاحة في داخل السلطنة عبر مؤسسات تعليم العالي الخاصة كما نشكر في الحقيقة وزارة تعليم العالي لجهودها ودعمها لهذا المعرض الإفتراضي الأول من النوعة التي يعتبر طبعاً في السلطنة ولا شك إنها إن شاء الله تكون تقربة جيدة وناجحة طبعاً باختصار نحن بتكلم عن كليد عمان البحرية الدولية تأسست في 2005 طبعاً كشراكما بين حكومة سلطنة عمان حالياً ممثلة في مجموعة السيادة اللوجستية ومجموعة استيسيل هولندية في روتردام طبعاً ما يميز الكلية النهج التعليمي الفريد طبعاً مميز الذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية دراسة النظرية أجهزة المحكاة والتدريب العملي طبعاً طالب طلابنا اللي موجودين يمروا بالتجربة فريدة من نوعها حيث انهم يترسوا نظرياً عبر التعلم الصفي ومن ثم تطبيق ما تعلموا على أجهزة المحكاة الموجودة التي استمرت فيها ذلك يذهبوا للتدريب العملي سواء على ظهر السفن التجارية أو اللوجستيات في شركات اللوجستية أو في شركات الصناعات التحويلية الكلية تقدم أربع برامج لشهادة الدبلوم ودرجة الباكالوريوس طبعاً الملاحة البحرية الهندسة البحرية إدارة اللوجستيات والنقل والهندسة التحويلية مما لا شك فيه أن هذه البرامج هي عصب الاقتصاد حالياً طبعاً كلها تصبح في عصب الاقتصاد وتمثل إن شاء الله راح تكون تمثل يعني بتمثل إن شاء الله يعني نقلة اقتصادية للبحرية شروط القبول طبعاً للنفقة الخاصة الحصول على الدبلوم التحليم العام صف الثاني عشر وما يعادلها وأن يكون متقدم قد درس اللغة الإنجليزية والرياضيات هذا بالنسبة لتخصص الملاحة البحرية وإدارة اللوجستيات والنقل لما بالنسبة لتخصصات الهندسية لازم يكون طالب درس مادتين الكيميا والفيزيا بالإضافة اللغة الإنجليزية والرياضيات لتخصص الملاحة البحرية والهندسة البحرية لازم يكون الطالب لائق طبياً ولازم يعمل فحص طبي يعني معتمد قبل شروع للخروج للبحر أو للتدريب العملي طبعاً طبعاً الفحص طبي شمل النظر السمع للعاقات البدنية لأحتر الله أو الأمراض المزمنة وهكذا عمل ألوان وغيره اتكلمنا عن الملاحة البحرية طبعاً عمل على مثل سفن تجاري كضابط مسؤول عن مناوبة الملاحية في شركات النقل البحري أو المؤسسات الأخرى مثل الشرطة السلطانية شركة وطنية العبارات الموانئ والمرافق شركات ووكلاء الشحن والتفريغ شركات المسح البحري وغيره طبعاً هذا التخصص الطالب يحصل فيه على شهد سواء كان ديبلوم أو البكالوريوس بالإضافة إلى أنه هو للعمل كمسؤول عن الملاحة البحرية المناوبة الملاحية لازم يكون حاصل على شهد الكفاءة البحرية التي تصدرها ووجارة النقل بحسب المؤسسة أو المنظمة البحرية الدولية الهندسة البحرية نفس الشيء يعني ضابط السطح يكون مسؤول عن الملاحة البحرية والسلامة أما المهندس البحرية الضابط يكون مسؤول عن المناوبة الهندسية والعمل يكون مثل ما هو في الملاحة البحرية البحرية خفر السواحل عدنا شركة وطنية العبارات بينما يعني عنده فرص شوية أكبر للعمل في اليابسة في برش إصلاح السفن وشركات الشركات حتى في شركات الهندسية المختلفة والحوض الجاف هذه التي تخصصين الملاحة البحرية والهندسة البحرية طبعاً تشكل هي أساس صناعات النقل والشحن البحري النقل والشحن البحري هو الانتقال ملموس للسرعة من نقطة إلى أخرى ونقل بضاعي من ميناء إلى ميناء هذا بشكل مبسط العمل في هذا القطاع به مميزات عديدة منها الحصول على أجور جيدة مسؤولية وقيادة مبكرة فرص للسفر والمغامرة أفاق جيدة على المدى الطويل المرونة المهنية والأمن الوظيفي عطل طويلة ومهنة مختلفة ومرموقة طبعاً وفقاً لدراسة الغرفة غرفة الشحن الدولية 90% من البضايا حول العالم تنقل عن طريق السفن عن طريق البحر لذلك هو أصب الحياة للقتصاد العالمي النقل والشحن البحر أصب نحو 14500 ضابط بحري من مهندسين وملاحين بحلول عام 2025 هذا يعني أن هذه الصناعة وهذه المهن كانت موجودة في قديم الزمان ولا زالت موجودة وإن شاء الله ستظل موجودة في الوقت القادم والمستقبل تخصص إدارة الليجستيات والنقل هو يعني الخريج بعد التخصص بإمكانه العمل في مجال الليجستيات وسلسلة الخدمات الليجستية مثل صناعة متعلقة والمواني المطارات الجمارك والشركات الليجستية طيب إيش هو الليجستيات الليجستيات هو التخطيط والتنفيذ والتحكم في التدفق الفعال والذات الصلة من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك من أجل تلبية متطلبات العمل يعني يعني هو توفير السلع والخدمات للعميل أو للشركة في الوقت المناسب وبالسعر المناسب وفي المكان المناسب لماذا العمل في الليجستيات أيضا هناك عدة ميزات طبعا خدمات الليجستية ضرورية للبلد العديد من جوانب المستوى التوفر دائما فرص وساعات العمل مرنة تمكنك المهنة من شاشة شبكات تواصل جيدة مع العملاء المحليين والتواليين ونادر ما تكون هالوظيفة ملأ الوظيفة غير روتينية مثيرة للاهتمام تخصصنا الرابع وهو الهندسة التحويلية طبعا يصبح الخريج مهلا للعمل كمشغل عمليات أو مهندس في الصناعات المختلفة مثل استكشاف النفط إنتاج النفط والغاز بيتروكوماويات مصافي تكرير النفط الصناعات الكيميائية محطات توليد الطاقة محطات توليد الطاقة المتجددة المياه ومعالية نفط المصانع ما هي الهندسة التحويلية هي باختصار تحويل منتج خام يعني الصناعة التي تعتمد على تحويل منتج يعني ما تخام إلى منتج نهائي مثلا عسب المثال النفط الغاز المشروبات القازية ومشابه الأجوية وغيرها لماذا العمل في هندسة صناعات تحويلية لأن هناك كثير من الفرص مثل ما نحن شايفين يعني في مجالات صناعات تحويلية الهندسة الكيميائية الحيوية الاستشارات تعليم والغذاء والشراب والصحة والسلامة وغيرها هناك وجور مرتفعة بلا شك أمن وظيفي ومستقبل مشرق للغاية صناعات الطلب متزايفة ومتسهرة التي تعاد فيها عصب مثل ما قلنا الاقتصاد العالمي هيكلة البرامج ومدة دراسة طبعا جميع البرامج للبكاليريوس فمدة دراسة بعد البرنامج بعد البرنامج التأسيسي بيكون أربع سنوات للحصول على البكاليريوس طبعا لطلاب الهندسة البحرية والملاحة البحرية بيكون في فصول تدريب أو تدريب عملي في فترة بحار لازم يقضيها الطالب الملاحة البحرية عنده الفصل الثالث والفصل الثالثة السنة مثل ما شايفين يطلع في بحر طبعا عندنا شراكة مع الشركة العمانية للنقل البحري مشكورين اتفاقية مع الشركة بحيث أنهم يستقبلوا في السنة من الملاقة لت وغيرها فالملاحة البحرية أو ضابط سطح يتدرب لابد أن طبعا ممكن هو يخلص الدراسة وبعده ما أكمل الفترة البحار هذه مطلوبة للحصول على شهادة الكفاءة البحرية التي تكلمنا عنها يعني ممكن يحصل الدبلومة والبكاليروس تتخرج وما أكمل هذه الفترة لكن لابد أنه يروح يكمل هذه الفترة قبل حصول على شهادة الكفاءة البحرية شهادة الكفاءة البحرية طبعا فيها لا يعني لا يتم الحصول عليها تلقائيا وإنما بعد التخرج يجب على الطالب الذهاب إلى وزارة النقل وتقديم طلب للحصول على هذه الشهادة ومن ثم يوجد هناك اختبار لكفاءة هذا الخادث إذا لم ينجح أو لم يجتاز الامتحان ف لازم يرجع ويرتب وراقه ويرجع مرة ثانية يختبر ممكن يعيد الاختبار طبعا الملاح تكلمنا فيه يعني 12 شهر لازم يتدرب المهندس البحري لازم يتدرب 6 شهر و6 شهر يتدرب فيهم في ورشة معتمدة فترة الديبلوم الهندس البحرية وملاح البحرية ثلاث سنوات وستة فصول دراسية البكالوريوس طبعا 4 سنوات إدارة لوجستيات والنقل عيدنا تدريب في الفصل الخامس أو هو الفصل الأول من المرحلة البكالوريوس والفصل الثامن أما الهندسة البحرية التدريب يكون في الفصل السادس طبعا إدارة لوجستيات والنقل والهندس التحويل ممكن الطالب يخرج بالديبلوم أو إذا كان مبتاح الديبلوم ميدرس 4 فصول أو سنتين بعد اجتياز البرنامج التأسيسي العام التسهيلات والخدمات طبعا الكل يتوفر سكن فيها مكتبة في مطعم محل تسوق عيادة مسرح إرشاد طلابي توجيه مهني في إرشاد أكاديمي في صالة رياضية متكاملة فيها جيم فيها ملاعب داخلية في ملاعب خارجية وغيرها الكل يتكلم أنها تحتم على التراسة النظرية والمحاكاة والتدريب العمل لكل برنامج منها البرامج الأربعة في محاكيات فريدة من نوعها مثل عدنا محاكيات دراسة البحرية غرفة قياد السفينة محرك سفينة البضايع المتبر البرامج مناولات شحنات سائلة محاكيات عدنا إدارة لجتيات والنقل محاكي سلسلة الهندس تحولية عدنا محاكي العمليات تحولية التدريب على جهزة العمليات تحولية معامل التصنيع والمحاكي الديناميكي طبعا الكلية حصل عشاد ISO 9001 من مؤسس كلاس كيل يابانية برامج الملاحة البحرية والهندس البحرية معتمدة من قبل وزارة النقل والاتصالات طبعا اتفاقا مع الطلبات المنظمة البحرية التوالية ومعايير STCW برنامج دات اللوجستيات والنقل معتمل من قبل معهد شارتر البريطان للخدمات اللوجستية وكذلك عدنا احتمال لبرامج الملاحة البحرية والهندس البحرية من مفوض الأوروبية طبعا لأن الكلية فريدة من نوعها فعندنا مختلف دول طبعا من دول الخليج ولا شك عدنا من باكستان الهند بانجلادش كزاخستان مصر الأردن المغرب الجزر القمر من نيجيريا والكامرون والدنمارك وغيرها طبعا هذه صورة للكلية فيها مثل ما تشوف المطعم الورش مبنى الورش مبنى المحاكيات في مجمع رياض في هنا السكن طلعب نحن طبعا خريبين ومتاخمين لمنطقة ميناء الصحر الصناعي اللي يسأل عن مكان الكلية طبعا طبعا في أسئلة شاعة كانت وردت عبر استفسارات الطلاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال موقع الكلية بخصوص السكن طبعا الكلية توفر سكن للطلاب الذكور داخل حرم الكلية مال لناث ففي سكن مع متعاقد خارج حرم الكلية مصروف شهري الكلية طبعا كلية خاصة ما توفر مصروف شهري ولكن أبناء الضمان الاجتماعي يكون لهم مصروف من وزارة التعليم العالي وهذه السنة بالخصوص يعني الكلية باترت بتوفير للطلب الجدد طبعا المقبلين على الانظام الكلية اللي هما من برامج S003 وبرنامج دخل محدود يعني والضمان الاجتماعي الجدد راح يصرف لهم 40 ريال شهريا من الكلية ليس عن شهادة الائلس طبعا الكلية مو من شو الوطف لنتاخذ شهادة الائلس نعم طالب ممكن يدخل الكلية بلون ما يحصل شهادة الائلس إذا كان هو عنده مهارة في اللغة الإنجليزية وإجتاز منتحانات شهادة سوف من كانوا يعدّ اللغة الإنجليزية كذلك من كانوا يعدّ رياضيات وقطنية المعلومات هاية ثلاث مواد التدرس في البرنامج تضمن وظيفة فيها وقت تعليم تخصصات الكلية ومتاحة بشكل كبير في ناس كان يسئلوا عن معدل تنافس البعثات واشتراطة البعثات وكيف أنا حصل على بعثة وهل أنا مقبول وكم المعدل وكذا طبعا هذه مش من اختصاص الكلية هي من اختصاص وزارة التعليم العالي ومركز القبو الموحد هما الوضع الشروط والطالب يريد يحصل على بعثة لازم يلتزم بهذه الشروط هاي طبعا نسل هشاعة كل المحاضرة هذا كان أتمنى يكون كان خفيف وبسيط طبعا هذه حسابات ناحلة السوشال ميديا اللي حاب يتابعنا ويعرف عن الكلية وبهذا نكون انتهينا من هذا العرض وشكرا جزيلا لكم